أعتقد الرابط جي من فكرة حبك للكورة أصلاً يعني أنت متابع جيد لكورة القدم والبطولات وواضح جداً لما حتى ما هنتكلم معاك بقى بعمق عن الحاجات اللي أنت مختار أنك تنحطها زي ما شايفين ماسي وواضح أنك متابع كمان الكورة الأوروبية بشكل جيد جداً الحقيقة أننا كنت ملعب كورة وأنا صغير زي أي حد يعني وحبيت أن أنا أفضل ألعب الكورة دايماً زي طبعاً كنا نلعب بقى الجيمز دي على الأجهزة فطبعاً ده بالنسبة لنا كان بيخلينا مرتبطين أكتر بالكورة زي طبعاً كابتل محمد صلاح أنه انتقل يعني ليفربول فده كان بالنسبة لنا حافظ أكتر لمتابعة للكورة الأوروبية فبصراحة يعني ده ودى ثقافتنا الرياضية لحتة تانية بعيدة جداً يعني منتظرين دايماً بشغف أن احنا نطلع كمان بمنتخب مصر لحتة أبعد يعني يا رب إن شاء الله بما أنك جبت سيرة منتخبنا المصري وأن احنا نروح لحتة أبعد تعليقك إيه على مشاركة منتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية النسخة دي شفت الأداء عاملت زي وطبعاً رأيي ليس له كيمة على الإطلاق على الإطلاق خالص الفكرة كلها كمواطن كمشاجع كمواطن مشاجع بالزبط يعني أنا بما أني مش جوه المجال قوي فأنا ليه وجهة نظر بسيطة خالص زي فكرة البالندور اللي بتتعامل لكورة القدم إن الاتحاد الكورة مثلاً ما يفردش مثلاً 3-4 أسماء ويقول مثلاً للاعيب الكورة اللي موجودين في مصر ومدربين والأجهزة الفنية إن يتعامل لستة بالأسماء دي ويبدأوا يعملوا ترشيحات ويختاروا حد يعني متوافق معا أغلب لعيب الكورة مثلاً في مصر أو الجهاز الرياضي عمتاً في مصر بحيث أن هم يقولوا ده اللي حصل إيه توافق فيبدأ هو اللي يضرب المنتخب فساعتها يبقى اللعيبة والأجهزة الفنية كلها مترابطة عليه لكن هي مشكلة دايماً في أن لما بيجي حد أي أن كان مزير فني أجنبي أو محلي مشكلة ما هم اتفقوا عليه مدام اتفقوا عليه بأكيد هم يعني إلى حد كبير واسكن في النتيجة بتاعتي